الآن أنا قرأت مثلاً ما كتبه مسؤول الأوقاف في طرابلس عندما قال المفتي السابق على سماحة مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغريان هو يعيش في طرابلس طبعاً مش يعيش في طرابلس هو إذا كان يعني يريد أن يقنعنا بأنه مقتنع بأن سماحة المفتي الآن ليس مفتياً لأن البرلمان عزله فإن البرلمان أصلاً يا مسؤول الأوقاف عندنا في طرابلس لم يعترف بحكومة الوفاق أصلاً التي تتبعها أنت في هذا الجهاز أو في هذه المؤسسة الأوقاف أو هيئة الأوقاف إذن أنت متناقض إذا كنت تعتبر البرلمان هو الولي الأمر الذي يفصل في العزل والتولية ولذلك هو عزل المفتي فهو معزول في رأيك فأنت أيضاً لا شرعية لك في هذه الأوقاف لأن الأوقاف تتبع حكومة الوفاق الوطني الموجودة الآن في طرابلس هذه برلمانك الذي تعتبر كلامه في عزل المفتي لم يعطيها الشرعية أصلاً فكيف لك أن تتولى فيها هيئة الأوقاف وإلا هو المنصب يعني جعلك تفرق بين ما تفعله أنت وبين ما تحكم به على غيرك أم أن ولي أمرك ليس البرلمان وإنما ولي أمرك القابع هناك في السعودية يعطيكم الأوامر من هناك يجب أن تكون هذه الأمور واضحة لحكومة الوفاق وواضحة للناس الذين الآن يدافعون عن طرابلس ما موقف هؤلاء مما يحصل الآن لابد أن يكون هناك كلام واضح ما تكلمنيش الآن واحد جاي بالراجمات يقذف فيها وهاجم عليها ما تكلمنيش على المصالحة هنا أنت لو جاك عصابة وقطاع طرق هاجمين على بيتك بالسلاح وقتلوا بعضاً من أهل بيتك وانت بترد عليهم بتدافع عن نفسك بالسلاح نقولك لا والدماء ووحقن الدماء ووقف الحرب هذا يكلم المعتدد فهذه لابد أن يكون الأمر واضحاً لابد أن يوضحوا موقفهم لحكومة الوفاق ولقوة حماية ترابلس ولعملية بركان الغضب ما موقفهم مما يحصل لابد أن يكون الأمر واضحاً بدون تجمجم ولا تلعتم